المؤهلات الاستثمارية لجهة الداخل واد الدهبة في منتدى مادريد بحضور نحو مئة مستثمر ومقاولة إسبانية ورئيس الجهة ينشى الخطات تحدث إلينا قبل قليل من مادريد تنطر صيفا في بلدان الخليج حزام ماطر غاصف في الإمارات العربية المتحدة في قطر البحرين وسلطنة عمان عمان التي أحصى الثمانية عشر قتيلا ولتجنب الأسوأ العمل والدراسة في هذه البلدان عن بعد والإعدام لقاتل بادر استئنافية الدار البيضاء أصدرت الأحكام في نازلة توبع فيها خمسة أضنداء وأم بادر في شهادة لطارق غانم تابع للظاهرة تفاصيل ليلة النطق بالحكم الدعم الاجتماعي المباشر في كلمة القانون عبدالفتاح ممنية توقف عند أسباب إيقاف الدعم عن مجموعة من الأصل وإجراءات استرجاع قيمة الدعم أهلا بكم بمينائها الأطلسي بموقعها الجغرافي كبوابة لإفريقيا ومركز لوجيستي ومالي بالنسبة لسوق جنوب الصحراء أضحت جهة الدخل واد الدهب قطباً اقتصادياً إقليمياً رئيسياً يوفر فرصاً استثمارية واعدة هذه الفرص نقشت في منتدى مدريد حضروا نحو مئة مستثمر ومقاولة إسبانيا إسبانيا التي تجمعها بالمغرب اليوم شركة اقتصادية متيلة تؤكدها لغة الأرقام إلى 12 مليار يورو وصل حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا العام الماضي والبقية معك يونس رفيق تتميز جهة الدخل واد الذهب بإمكانيتها المهمة في مجالات صيد البحري والسياحة والفلاحة والطاقات المتجددة ما يجعلها وجهة استثمارية استراتيجية خاصة بالنسبة للشركات الإسبانية ولعرض فرص الأعمال التي توفرها الجهة احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد أشغال منتدى اقتصادي رفيع المستوى حضره حوالي 100 ترجو الأعمال وممثلية الشركات الكبرى إلى جانب ديبلوماسيين معتمدين في إسبانيا نائب غرفة التجارة بمادريد أغوستو دي كاستانيدا أكد أن المنتدى يتيح فرصة العمل على تعزيز علاقات التعاون التجاري بين إسبانيا والمغرب مشيرا إلى أن موقع المغرب كبوابة لإفريقيا ومركز اللوجستي ومالي لسوق جنوب صحراء يجعله بلدا استراتيجيا المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى حول فرص الاستثمار بجهة الداخل ودي الذهب كان مناسبة لعقد جلسات حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار بين الجهة الداخل وإسبانيا والاستراتيجيات القطعية للمغرب بجهة الداخل سفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بن يعيش أكدت أن الجهة أضحت قطبا اقتصاديا إقليميا رئيسيا يربط المغرب مع امتداده الإفريقي ويوفر فرصا استثمارية كبيرة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب على حد سواء مداخلات المنتدى تمحورت أيضا حول عرض ميناء الداخل الأطلسي الجديد وفرص الاستثمار في قطاعات التجارة والسياحة والفلاحة والصناعة وتربية الأحياء المائية بالمنطقة وقبل الإقلاع من مدريد تحدث إلينا قبل لحظات قليلة فقط ينجي الخطاط رئيس جهة الداخل واد الدهب في هذا التدخل عبر الهاتف كان أولا هذا الملتقى ملتقى ناجح من خلال الحضور حيث حضرت أكثر من 100 شركة هامة إسبانية وكذلك كان حضور نوعي في شركات هامة جدا وبالتالي يعني هذا يجي بعد أنه جهاتنا الجنوبية بما عرفته من نمو بما عرفته من برامج تنموية كبيرة وآخرها أنتم تعلمون نمو الاجتماعي للأقاليم الجنوبية الذي يعرف مستوى عالي من الإنجاز والذي جعل الجهات الجنوبية اليوم جهات جاذبة للاستثمار وخصوصا جهة الداخل واد الدهب كانت هناك عروض مهمة في مختلف القطاعات التي تم التطرق لها ويعني الشركات الإسبانية عبرت بإيجابية عن رغبتها في قيام بزيارات ميدانية من استكشاف هذه الفرص فرص الاستثمار جهة الداخل واد الدهب كما تعلمون تمنح عندها مؤهلات كبيرة وخصوصا موقعها أولا جيوستراتيجي هي بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء فيه كذلك قطاعات الأساسية قطاع الصيد البحري قطاع السياحة قطاع اللوجيستيك قطاع الطاقات المتجددة القطاع الفلاحي كذلك يعني كل هذه القطاعات تم يعني بحث أهم الفرص الاستثمارية الممنوعة تم كذلك نقاش بأنه يمكن من خلال هذا أنه تكون هناك تعاون ما بين دول الأوروبية والمملكة المغربية من أجل إطلاق دينامية تنموية لهذه الدول تكون حل لتعاون في الاستقرار وتنميتهم وإسبانيا على رأسها ونظرا لتدفق البشري الكبير اللي تعرفوا القارة الإفريقية الجاية منها اللي تعرفوا القارة الأوروبية والمهاجرين الأفارقة القادمة إلى أوروبا كل هذا يعني تم تطرق له وأنا أعتقد بأنه هذه خطوة أولى وسن شاء الله تتبعها خطوات أخرى من أجل تجسيد هذا التعاون واعدة هي الآفاق الاقتصادية التي يوفرها المغرب اليوم في أفق احتضانه لمونديال 2030 لديكم فرص كبيرة للاستثمار بالمغرب نحن في حاجة إلى ملاعم ومزيد من الفنادق لاستضافة المونديال والكلمات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش مخاطب الرجال الأعمال البلشيكيين يقول أخنوش نحن في حاجة إلى ملاعب إلى وسائل نقل ومزيد من الفنادق والتجهيزات بالإضافة إلى معالجة المياه العادمة في مدن كمراكش أغادير والرباط والمملكة المغربية منفتحة دائما على الشركات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع لتحقيق التفاهم المتبادل الكلام هنا لمحمد صديقي وزير الفلاحة وصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغبات بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس حول مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي المملكة المغربية منفتحة دائما على الشركات المتنوعة والتي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وكتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل فالشراكات تقوم على مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية وحماية الاقتصاد البحري الوطني واحترام سيادة المملكة المغربية على كافة مياهه ومنطقته الاقتصادية الخالصة فيما يقص مسألة الأسواق الدولية فالمغرب حاضر في كل أسواق يعني أسواق متنوعة عبر القارات الخمس لما راكمه من تجربة في الوصول إلى هذه الأسواق بتوفير منتجات للصيد البحري وبجودة عالية واحترام تام لقواعد السلام الصحية لهذه المنتجات وكي توفر قطاع الصيد البحري على إمكانات مهمة لتصدير والثمين وكذلك المملكة المغربية مستعدة لدراسة جميع المقترحات الجديدة ومستعدة لأي تفاوض بهذه الخصوص بناء على المؤهلات المتوفرة ومغاربيا اللحظة عبدالله باتلي يستقيل هو مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في خطاب الاستقالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال الجهود السلمية التي تبذلها المنظمة الأممية تظل محكومة بالفشل مدام قادة ليبيا يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات بلدهم ليبيا الدبلوماسي السنغالي للصحفيين بعد اجتماع في مجلس الأمن رسم سورة قاتمة في الوضع في ليبيا التي تشهد حربا أهلية منذ سنة 2011 وكما أسلفت ذكرى في العنوين صيف الخليج ماطر ماطر جدا تمطر وبغزارة شديدة في أربع بلدان خليجية هي قطر البحرين سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة منخفض عمان تسبب في مقتل ثمانية عشر شخصا ولتجنب الأسوأ الدراسة والعمل عن بعد سيول ناجارفة وفيضانات أغرقت العديد من بلدان الخليج العربي السورة من الإمارات العربية المتحدة التي شهدت هطول أكبر كمية من الأمطار في تاريخها الحديد خلال الأربعين وعشرين الساعة الماضية همت العديد من المناطق هي الأكبر منذ خمسة وسبعين عاما وتسببت في حدوث سيول أغرقت طرقا رئيسية في دبي والعاصمة أبوظبي ما أدى إلى إغلاق العديد من الشوارع ووقف العمل وإغلاق المدارس الحكومية والخصة حتى تتحسن الظروف الجوية السيئة وفي سلطنة عمان أعلن قطاع البحث والإنقاذ يوم أمس ارتفاع عدد ضحايا المنخفضة الجوية الذي يضرب البلاد إلى تمانع عشرة ضحية فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين مفقودين وأمام هذا الوضع أعلنت سلطات سلطنة عمان يوم الاثنين الماضي تعليق العمل بالمدارس والتحول للدراسة عن بعد بجميع المحافظات بسبب المنخفض المطير وفي البحرين تسببت الحالة الجوية السيئة في سقوط الأشجار وأعمدة إنارة وحدوث ثماس كهربائية كما تم استخدام المدخات في سحب مياه الأمطار التي أغلقت طرقا رئيسية بدورها قطر شهدت تهاطل للأمطار خلال الساعة الماضية فيما حذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعضية ورياح قوية على الساحل وفي البحر ممتدة من مساء يوم أمس إلى اليوم هي أمطار رعضية قوية تشهدها منطقة الخليج العربي يؤكد خبراء الأرصاد الجوية ناجم عن هبوب سحب ركامية رعضية على سواحل الخليج العربية تتحرك من الغرب إلى الشرق منذ السبت الماضي ونعبر اللحظة إلى الشق الثاني من الظهيرة وتتابعون بعد لحظات في اليوم العالمي للهيموفيليا أرقام تقديرية فقط تتحدث عن نحو ثلاثة ألاف مصاب في المغرب خصوصية الهيموفيليا مع ضيفة الظهيرة جيهان بالعياشي أستاذة في كلية الطب والصيدلة بالرباط الحلية الأمازيغية للقصر الملكي في متحف الدوحة للفن الإسلامي تلقى إعجاباً واسعاً قبل ذلك حكمت استئنافية الدار البيضاء بالإعدامي في حق قاتل بدر دهساً بالسيارة وبالسجن المؤبد للمتهم الثانية وبعشرين سنة سجناً للمتهم الثالث وخمس سنوات للمتهم الرابع كما قدت للأم والأب تعويض مالي قدره خمسين مليون سنتيم منه طارق غانم تابع أطوار هذا الملف كان هناك في ليلة النطق بالحكم هذا حال أم بدر بعد النطق بالحكم في ملف مقتل ابنها ملف مارطوني بدأت أولى جلساته شهر أكتوبر الماضي وأسدل سطاره ليلة أمس في جلسة امتدت من الساعة الثانية زوالاً إلى غاية الحادية عشرة ليلاً وخلالها أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة السنف بالدار البيضاء أحكامها في ملف مقتل ودهس الشاب بضرب الجوهل وتوزعت الأحكام بين الإعدام لصاحب السيارة المتهم الرئيسي والذي نفى جميع التهم المسوبة إليه في كلمته الأخيرة أمام المحكمة وأدانت المحكمة المتهم الثاني بالسجن المؤبد رغم تشبط بأقواله كونه هو من قاد السيارة وحكمت على المتهم الثالث الذي قام بلكم الضحية بخمسة وعشرين سنة سجن نافذة وقضت بعشرين سنة سجن نافذة على المتهم الرابع وبخمس سنوات سجن نافذة على صهر المتهم الرئيسي وبخصوص الدعوة المدنية حكمت المحكمة بتعويض قدره خمسمائة ألف درهم للوالدين ومائة ألف درهم لشقيقتين الضحية وثلاثين ألف درهم للمطالبين بالحق المدني وتعود قضية مقتل ودهس الطالب بضرب الجوهل إلى صيف السنة الماضية حادثة هزت الرأي العام وقتها خاصة بعد انتشار شريط الفيديو يوثق لعملية مقتله ودهسه بأحد مطاعم عين دياب الضار البيضاء وفي كلمة القانون فقرة ظهيرة الأربعة عبد الفتاح مومن يفتح اليوم ملف إيقاف الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة كبيرة من الأسر نتحدث عن مائتين وخمسة وأربعين ألف مستفيد الأسباب متعددة وصبول استرجاع قيمة الدعم ممكنة كما سنتابع في كلمة القانون الفقرة أنصتت أولا لنبضي بعض المعنيين جاءوا عندنا أحد أربعة شهر هذه كنا حسنا قلنا وديروا عندكم أحد دعموا ذلك بشدوا كاملين ثم الحريفية هؤلاء يكون عندكم نديروا لكم مقاوالة هذا ما قالوا لنا حنايا ما قالوا شنا عدكم هؤلاء تخلصوا أو شي حاجي مشينا كاملين تجأنا بنا ورعا تكون عندنا المقاوالة ولا يكون عندنا شي في قالوا لنا تخايدنا كاملين دراري بنايا بلونبيا كل شي دبق أنا الدعم لحد الآن بيني وبيني كيشيني وكن بعض الأصدقاء؟ بعض الأصدقاء حييدوه ليهم قاعد ما بقاش كانت شد المرلولة والتانية وحييدوه لي لديك مؤشر لعشي قالوا لنا صافي ما عفنا لش حالا نخلصوا ما عفنا ما نخلصوا ما طعونا تهاجد شي لكي ماذا كنت يعني ما كنت تستافد من اللاميتيال لا ملدعم؟ نستافد من اللاميتيال لأولا ونأخذ دم دير راسي حوار أنا مكن دير اللاميتيال لأولا عندي جولاد عندي لخدمة مرسمية لاتشي حاجة وحييدوه يا دابة لا دعم لا رميد لاتشي حاجة وحنا بناد ما عنده سوعة و 50 عام شنو تيقولولك شنو مؤشر طالع أو شنو كين؟ مؤشر ممشي ندفع ندو كل وراق وقال دينا وادة قال لك المؤشر طالع من عالشان هاد مؤشر كيفش طالع السلطات خدسوا واحد ليضوني من عند الناس جل على أنه هاد عنده تلفازة هاد عنده أنابونمو هاد عنده دار هاد عنده ولكن واش السلطات أشق فوات كتدير سيستيماتيك ودي ميزة جوغة باش كتعرفوش مؤشر بشي بن مؤشر علاش هبطوا علاش طلع هديد المعلومة مع مني ما صراحة مع مني ما صادفتها ويجي تعرف علاش؟ بغينا نعرفه علاش هذا هو المهم صراحة سؤال مباشر والجواب غاديكون مباشر في كلمات القانون مع عبدالتاح مومن أهلا بك عبدالتاح سؤال كترا علاش شنية الأسباب لخلات أشخاص استفدوا من الدعم الاجتماعي المباشر وده بتوقف هناك ثلاث أسباب أساسية في إيقافة دعم بالنسبة لي بعض المستفيدين السبب الأول هو ارتفاع المؤشر يعني تحسن حالة العيش بالنسبة لي بعض الأسر بمعنى كتكون هاد ميزة جوغة كتكون دائما تحين دي الأسباب اللي يمكن أنك ترفعه ولا كتنراه كنسمعوه ارتفاع المؤشر وكلا كنخفض المؤشر بالنسبة للأسر الأخرى أو تالي كنسبب ثاني هو أنه كان فئات اللي كتدخل في إيطار غير الأجار وخصومة الدولواجي بالمستحقات في صندوق الوطن الاجتماعي باش يمكن أن يستفيدون من دعم اجتماعي وكان بعض الفئات اللي استفيدات ولكن بعد تحيين يعني الملفات ملف على بغب تبين أنهم يستفيدون من برامج دعم أخرى ما كنش غير دعم اجتماعي كيفاش كتتم عملية تحيين تحيين كتتم عن طريق السلطة المحلية يعني كل ثلاث أشهر هناك تحيين الملفات عن طريق هل هناك تغيير على مستوى ما كنعرفوا لأنه كين تشبيك ما يعرفوا في تشبيك يعني مجموعة من المؤسسات اللي كيتعامل مع المواطن مثلا الاكتصالات الناس اللي كيؤديوا مثلا شراء سيارة شراء طنشر مثلا يعني بزاف الأمور يمكن أن التغيير إما يطلع في المؤشر أو ينخفض في المؤشر إذا توصل مجموعة من الأشخاص من استفادوا من الدعم الاجتماعي المباشر بلسالة نصية على هواتف المحمولة تخبرهم بأنهم تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بهم رغم أنهم سبق لهم توصل بالدعم الاجتماعي على مدى ثلاثة أشهر يمكن اختزال التوقف في ثلاثة أسباب أساسية أولا ارتفاع المؤشر وتجاوز عزب 9.74 حيث تتم مراجعته بشكل أوتوماتيكي من قبل السلطات المحلي باعتبار المؤشر عامي نسب سنة وليس ثابت يعني كي تغير إدارية هم فئات معينة كالمطلقات والأرامل لو تطلب منهن تقديم معلومات إضافية عن الزوج المتوفي وهناك مراجعة لوائح المستفيدين مكنت كذلك من اكتشاف فئات لا تدخل في إطار الدعم كالأرامل المستفيدات من صندوق التكافل الأسري والمطلقات مستفيدات من نفقة والمستفيدين من برامج أوراش أو العازمين المسجلين كفرد في عائلتي علو الأب أو المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي أو أصحاب المحلات التجارية المؤدي للضرائب أو المتقاعدين أو الزوجات اللواتي يستفيدن أزواجهن من الضمان الاجتماعي هناك سنة الفئة الثالثة وهم المهانيون والعمال المستقلون والأشخاص الغير الأجراء والمقاولون الداتيون والذين يؤدوا مستحقات أو لم يؤدوا مستحقات الضمان الاجتماعي فيما يخص واجبات التغطية الصحية يعني كان توقيف الآن فهمت من كلمك أنه مسألة المؤشر هي نسبية ماشي تابي تمام يعني كأنه المؤشر كلما انخفض ممكن ترجع تستافد ارتفع ما ترجع ما ينفع كيف يتسألون كيف يرتفع على المؤشر كيف يتسألون مثلا تغيمية البسط مثلا واحد الأسرة فيها واحد الأب والأم وعندهم واحد الإبن متزوجة معهم في نفس مثلا الشقة هذا الإبن مش دار أسرة بوحده وبالتالي يدفع ميلة وفي الدعم الشماع إذن هو في الوقت الذي كان هذا الأب عنده ابن الخر هي عيده ما يبقى عنده يعني نخافض له نخافض له المؤشر هذا هو من الأسباب كذلك كنا نعرف أنه المسألة لا تقلق بالدخل المغرب لا يحدد الآن الدعم بناء على الدخل يحدد بناء على نمط العيش وبالتالي كما كان نمط العيش مخافض كما نستافد كما ارتفع والناس الذين لا تتخلصوا الواجبات هذا الناس لا تتخلصوا الواجبات مثل حرفيين وممكن أن يخلص هذا الدعم فهمت من الكلام كنا نسمع لك عبد الفتاح أنه كاين هم أشخاص عندهم الحق في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر توقف لهم كاينة فرضية يسترجعوا قيمة الدعم إذا كانت نعم كيفاش هذا الواجبات يتكلمني عن ثلاثة الفئات يعني ثلاثة الأسباب بالنسبة للناس الذين ارتفعوا من المؤشير ينخافض لهم المؤشير مثلا لسبب من الأسباب ممكن إنسان يكون خدام لا يبقى خدام ولا شيء يقدر يعود يستفيد من جديد والفئة الأكثر يعني تشمل 45 ألف التي هي الغير الأجراء يعني الناس نجار الأسباب للناس الذين عندهم ميان لخصوم يؤديوا الواجبات في تغطية الصحية الإجبارية والوقت اللي غير تغطية الصحية الإجبارية رغي يمكن يستأنفوا الاستناف استأنفوا الاستفادة من الدعم المباشر بأثارين رجعية يعني حتى الشهور اللي لم يخدوش فيها يمكن يخدوها أولا بعد مرور كما قلنا حوالي سنة ونصف على الشروع في تطبيق نظام تأمين الإجباري الأساسي على المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا برزة أولى الصعوبات التي تواجهوا هذا النظام وتتعلقوا بعدم قدرة فئة من المعنين على دفع مستهاماتهم لفائدة صندوق الوطني الضماني الاجتماعي هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى إلغاء ديول مستحقة للصندوق الضماني الاجتماعي وهذا مهم سنة وأنه الناس اللي كيتسالوهم صندوق الوطني الضماني الاجتماعي المتالن سنة أو لا سنة أو ثلاثة أشهر غير من شهر 11 اللي هنا في إطار الإلغاء اللي كنا كنا عرفوا اللي تكلمنا عليه وقفتها عند هذه النقطة في كلمتنا وقفنا عند هذه النقطة في كلمتنا والآن ومركين يجب أن يكون منتظم من بعد السنة يعني أنه يجب أن يكون هناك إلغاء الاشتراكات والزيادات والمصاريف المتابعات والغرامات الواجبة وينتأيه أجل هذا الإعفاء نهاية هذا الشهر الحالي السنة ويجب على هذه الفئات أداء متأخرة الصندوق ابتداء من نوفمبر الماضي يعني أنه الناس اللي كتسالهم متين عام وثلاث شهر سيخلصوا غير خمس شهر ابتداء من شهر 11 اللي هنا ولكن قدما زادوا الشهرة غير هو نهاية هذا الشهر إلا ما خلصوش انتهاء الإعفاء وبالتالي سيخلصوا كل شيء ذلك لكي يستفيدوا أولا من دعم الاجتماعي المباشر ويستفيدوا كذلك من التغطير الصحي لأن النتائج توقف هذه النقطة مهمة جدا ونريدها بشكل مستفيد أنه نهاية شهر أبريل كتسالي مدة الإعفاء لحددها صندوق الضمان الاجتماعي شكرا لك عم فتاح مومن وإلى كلمة القانون الأربعاء المقبن إن شاء الله إن شاء الله أشرت الحكومة على قرار صرف الشطر الأول من الزيادة في أجور أسرة التعليم نهاية أبريل الجارية والبالغة نحو 750 درهما في الشهر الواحد كشطر أول سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري وذلك بأثر الرجع ابتداء من شهر يناير الماضي هذه الزيادة تندرج طبعا في إطار تنزيل وأجرأة اتفاقاء عاشر و سادس و عشرين دجمبر من العام الماضي الموقعين طبعا بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمتيرية تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء و رجال التعليم بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم تصرف على قسطين متساويين ابتداء من فاتح يناير من العام الجاري والشطر الثاني فاتح يناير من العام القادم والآن نصل إلى الورقة السحية لظهيرا نخصصها لمرض الهيموفيليا لأنه اليوم العالمي لهذا المرض الهيموفيليا يصيب المرد الذكور بملئنات فهنا حاملات للمرد وبالتالي ينقن المرد لأطفالهن عددهن وفق إحصائيات تقديلية فقط نحو 3000 مصاب بالهيموفيليا في المغرب ضيفتنا في الورقة السحية للظهيرا الأستاذة جيهان بالعياشي أستاذة بكلية الطب والصيدلة بالرباط أهلا بك أستاذة جيهان بالعياشية بداية ما هي أعراض الهيموفيليا وخصوصية هذا المرض الذي يصيب كما قلت الذكور في ملئنات يحملنا هذا المرض شكرا على الاستضافة كما قلت في تقديم ذلك الهيموفيليا هو مرض ويراتي كي يقص أساسا الذكور والمشكلة للمرض المشكلة الويراتي هو أنه ينعمل من عوامل تخطر لكي يساعد أنه نزيف لكي يحبس نزيف هذا العامل لا ينقص بالسفة عند مرضى الهيموفيليا يعني هذه المرضى هم معرضين في أي وقت بطريقة تلقائية أو مع حديثة أنهم يبدوا ينزفوا لدرجة أنه يقدر يكون عواقب نزيف تلقائي يقدر يقص المفاصل نقص بالسبعين في المياه يقص المفاصل ولكن كل كل الأجهزة دات العضلات الرأس المخقشي يقدر ينزف مما يؤدي الإعاقة إما حركية هذا المرضى هو المشكل الأساسي وأنه لا يكون لديهم علاج ويصلوا إلى الإعاقة حركية أو لا لأن النزيف يكون خطير يقدر يؤدي الموت الإيموفيليا هي مرض يؤدي إلى الموت باكرا يعني الأطفال كانوا يموتوا وما صغروا لكن الحمد لله دابت بوجود الأدوية ولات الإيموفيليا مرض للناس الكبار فهمت من كلامك أستاذة موجود دائما الإعاقة موجود أستاذة إذن فهمت من كلامك أن مرض الإيموفيليا يعالج نعم فهمت من كلامك أنه الإيموفيليا مرض يعالج ويسمى العلاج بمراكزات عوامل تخطر الدم سؤالي كم يكلف العلاج شهريا تكلفة دي العيلة الشهرية ممكن نعطيها بطريقة هكا بروت لأنه كل مرض وكل مريض والحالة دياله الحمد لله دابت مع الكوفيرتور سانيتر اونيفرسال هذا المشكل مبقاش مشكل لأنه الأدوية هما أغلبيتهم ماشي كلهم أغلبيتهم المريض يمكنهم يأخذوا التفاق الكوفيرتور سانيتر اونيفرسال يعني الثمن ماشي هو العائقة الثمن هي أولا في الأورغانيزازيون يعني أنه المريض يكون عنده يكون عنده المصار الصحي دياله مرسوم أولا وثانيا يكون الاجتماعات اللي كان يروح بحل هو ديال اليوم تنصيق ما بين الحالات الخاصة اللي كانت في الإيموفيلية والخصوم أدوية خاصة ويكون هذه الأدوية موجودة في المدارج ديال الصيدلية ديال الوزارة باش كل شيء كل نوع من الإيموفيلية يقدر يأخذ الدوى دياله الكلفة ديال المرض تفضلي تفضلي أستاذة الكلفة ديال المرض بدون دواء بدون دواء هي جد باهضة ويجينا نقارن الكلفة ديال الدواء بدون دواء مع كلفة المرض بالدواء نحن كان يبقى الإنسان ووزارة الصحة رابحين في جودة الحياة وفي جودة المواطن يعني كلفة المرض بدون علاج باهضة جداً كان فهم أنه الأشخاص لما كي تعال جوج يواجهون مخاطر صحية كبيرة جداً بالفعل هل من أرقام تكلمت في تقديم ديال اليوم العالمي للمرض عن رقم 3000 مصاب في المغرب هل هو رقم ثابت أم المعطيات التغيرات بما أنكم تشتغلون على هذا الموضوع المعطيات الرقمية لا يمكن أن نعطيها إفكتيمون 3000 هو رقم تقديري الإحسائية الحقيقية لدارت بأدخاف الجمعية المغربية لداء الهيموفيليا تنسيقية الجمعية العالمية لداء الهيموفيليا قدرت تحصي تقريباً ألف مريض ولكن من ضمن الأوراش الكبرى التي نعمل عليها هي أنه يدار سجل ديال هذا المرض لكي نستطيع إحصاء لهذا المرض ونستطيع إدار الإنسان لنستطيع إدار الإنسان ونستطيع إدار الإنسان لنستطيع إدار الإنسان للنوعية والكمية شكراً لك أستاذة جهان بالأياشي أستاذة بكلية الطب والصيدلة بالرباط شكراً لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من الرباط شكراً لك الرحلات السياحية الجوية الجديدة المنخفضة التكلفة والتي تربط مراكش بعدة وجهات دولية ووطنية زادت من عدد ضيوف مراكش والمدينة ككل نبض الحمراء ينبض سياحاً ساحة جامع الفناء كما التقط الصورة عدنان صيلاني والمتابعة معك الحسن هب فرق والفرجة الشعبية والحكواتيين والموسيقيين تحلق حولها أفواج من السياح وعدد من السكان كي يستمتعوا بعروض مشوقة لعدة ساعات هكذا تجذب صحة جامع الفناء عدداً مهمة من السياح على مداري السنة أنا ولدت في فرنسا وأقم في البرتغال كانت لي أمنية زيارة مراكش من قبل وسأعود إلى هذه المدينة مرات متعددة إنها رائعة فضاء لتراثية شفاهية تحولها إلى خشبة مصرح استعراضية العام الماضي استقبلت مراكش ومعها ساحة جامع الفناء أزيد من مليوني وخمسمائة ألف سائح إنها أجواء رائعة أجواء صاخبة هناك العديد من السياح أنا مصرر جداً لقدومي إلى هذه المدينة ساحة جامع الفناء شهر معلمة سياحية في مدينة مراكش معظم من يزور المدينة الحمرة يبدأ من هذه الساحة التي تستقرب أفواجاً مهمة من السياح صنفتها منظمة اليونيسكو ضمن قائمة التراث اللاماديل الإنسانية منذ عام 2001 تمثل نموذجاً استثنائياً للثرات المادي واللامادي المغربية هي الحلي الأمازيغية للقصر الملاكية في متحف الفن الإسلامي بالدوحة تعرض الآن لأول مرة تعرض هذه الحلية خارج المغرب ضمن السنة الثقافية المغرب قطر لسنة 2024 حلي المغرب تلقى إعجاباً كبيراً في الدوحة شليلة مرفت أزيد من 220 قطعة من الحلي الفضية لمجموعة القصر الملكي تعرض هنا لأول مرة خارج المغرب بمتحف الفن الإسلامي بقطر قلادات وأساور وتجان فضية زينت بالمرجان واللوبان والعنبر تعرف بخصائص الهوية التقافية المغربية تحف فنية نادرة جداً أتارت إعجاب زوار المعرض سواء من الجالية المغربية أو المواطنين القطريين أنا وأخويا صراحة فخورين جداً أنه اكتشفنا هذه المجموعة الحلي الأمازيغية التي جاءت خصيصاً من القصر الملكي ومن جلالة الملك محمد السيد حفظه الله أول مرة نحن نشوف هذا برع القصر الملكي ونحن نتشرف طبعاً في قطر أنه يتواجد عندنا هي قطع فنية تمثل جانباً من التقافة القروية الأمازيغية تحكي جغرافية المغرب من صحرائه إلى شماله ومن شرقه إلى غربيه فبالإضافة إلى أنها وسيلة للزينة تعتبر أداة متقلة بالمعاني والرموزة تحمل في خباياها خصوصية المجتمع المغربي المتعدد الروافد عندما نتحدث عن ترات المغرب فنحن لا نعلم من أين نبدأ بطبيعة الحال لأن المغرب بلد غالي بلد يتمتع بالتميز والتنوع الثقافي وهذا العكس خلال هذه السنة بداية من هذا المعرض معرض الحلية الفضية من القصر الملكي نحن كجالية وكرابطة نعتز بهذه الفعالية فخور جدا لأنها تقوي علاقة الشعب المغربي بشقيقه القطري هو معرض استثنائي مفتوح طيلة هذه السنة للزوار بقطر يدشن الانطلاقة الفعلية للسنة التقافية قطر المغرب الفين واربعة وعشرين سيعمل من خلاله البلدان على تنظيم العديد من التداهرات التقافية التي يزخر بها البلدان وفي الختام أسود الصلاة تعرفوا على خصم نصف النهائية أبناء هشام دقيق سيواجهون في نصف النهائي منتخب ليبيا يوم الجمعة على الساعة الثامنة مساء تتأهل المنتخبات التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى في كأس إفريقيا تتأهل إلى كأس العالم ستقام بين شتنبر وأكتوبر بأوزباكستان وفي الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظهيرة المؤهلات الاستثمارية لجهة الداخل واددها في منتدى مدريد بحضور نحو مئة مستثمر ومقاولة إسبانية تمطر صيفا في بلدان الخليج حزام عاصف في الإمارات العربية المتحدة في قطر البحرين وعمان عمان التي أحصت ثمانية عشر قتيلا للتجنب الأسوأ العمل والدراسة عن بعد الإعدام لقاتل بدر استئنافية دار البيضاء أصدرت الأحكام في نازلة توبع فيها خمسة أظنة أم بدر في شهادة لطارق غانم تشكر قضاء منصفا طارق غانم الذي تابع ليلة النطق بالحكم في روبرتاج الظهيرة الدعم الاجتماعي المباشر في كلمة القانون عبد الفتاح مومن توقف عند أسباب إيقاف الدعم عن بعض الأسر وإجراءات استرجاع قيمته بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الظهيرة الموعد الإخباري القادم أمازيغي أنفس واغ الليلة مع إحسان من بل والمسائية مع زكريا أيث عبد المجيد باللغة العربية شكرا على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر